اشتركوا في القناة وموضوع الرعاية الصحية تعكر هذه الرؤية بلا شك الفيدرالي الأمريكي منفصل درجة كبيرة من التغيرات السياسية التي تحدث ويركز أكثر على بيانات الاقتصاد الأمريكي التي حتى الآن تعتبر إيجابية وتؤيد مسير الفيدرالي الأمريكي بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر ما نتطلع إليه في هذا الاجتماع هو الفيدرالي الأمريكي هل هو متجه إلى رفع آخر في هذا العام مع نهاية هذا العام لا يتزال المقومات موجودة لديه ليتجه نحو هذا الرفع وفي نفس الوقت الميزانية الضخمة للفيدرالي الأمريكي من سندات خزينة وسندات عقارية كيف سيبدأ بتقليص هذه الميزانية هذا أهم ما سوف تركز عليه توقعات صندوق النقد الأخيرة بالأمس بخفض توقعاته لنمو اقتصاد الأمريكي هل يأخذ بالحسبان عادة في الاجتماع؟ بلا شك تسبق اجتماع الفيدرالي الأمريكي على ناتج المحلي الإجمالي يسطر يوم الجمعة هذا الأسبوع توقعات عند 2.6% أن يحقق نمو الاقتصاد الأمريكي وتعتبر قراءة إيجابية بشكل كبير حقيقة كل المعطيات التي أعطاها الاقتصاد الأمريكي في الآون الأخيرة كمعطيات اقتصادية هي إيجابية وتدعم الاستمرار في هذا الاتجاه هل تتوقعون تعافي سريع للدولار لشهد وقوط مؤخرا على خلفية بعض الملفات؟ الدولار الأمريكي مرتبط أكثر بالتغيرات السياسية التي تأخذ مكانها في الساحة حاليا ولذلك نرى الدولار الأمريكي تحت هذا الضغط لكن الفترة التي مر فيها الدولار الأمريكي حتى الآن المؤشرات تشير إلى أن الدولار الأمريكي لا تزال هناك هذه المؤشرات الفنية التي تضغط على الدولار في الاستمرار بالاتجاه المنخفض لفترة قد تمتد بعض الشيء طيب في المقابل عندما نتحدث عن الدولار نتحدث عن الذهب بحكم العلاقة ما مدى قدرة الذهب على التماسك الآن؟ الذهب حقق أداء إيجابي بشكل كبير مستفيدا من ضعف الدولار الأمريكي في الآوين الأخيرة وأيضا فنيا شهدنا نوع من الاستقرار لأسعار الذهب في الآوين الأخيرة على الأقل اليومين الماضيات قريب من مستوى أفوق مساوية الـ 1250 دولار للأونسة وهذا يشجع لمزيد من الارتفاعات لكن حاجز الـ 1260 دولار للأونسة هو الحاجز الحقيقي لمزيد من الارتفاعات على الذهب طيب نبقى في أسواق سلع رائد إلى أي مدى سيدعم حديث السعودية عن تقييد الإنتاج الليبي والنيجيري سيدعم توازن سوق النفط والأسعار أيضا؟ حقيقة نتطلع بشكل كبير أن يكون هذا الدعم كبير جدا لأسعار النفط أن تعود مجددا إلى مساوية الـ 50 دولار للبرميل والاستقرار حول هذه المستويات خصوصا أن بلا شك ساعد هذا الاتفاق إجمالا على استقرار أسعار النفط في ظروف كانت صعبة جدا في الأون الأخيرة ومع تنامي الإنتاج الليبي والإنتاج النيجيري كذلك الأمر بشكل كبير في الأون الأخيرة الآن بحد الإنتاج قد يدعم ذلك ارتفاع وعودة أسعار النفط على الأقل استقرار قريبا من 50 دولار للبرميل دون تخوفات من انهيار أو ضعف كبير في أسعار النفط في الفترة القادمة ننتقل إلى أسواق أوروبا تقييمكم للأداء بشكل عام في أسواق الأسهم الأوروبية أهم البيانات اللي كانت منتظرة اليوم بلا شك كانت أهم البيانات هي من ألمانيا انتظرنا أرقام مهمة جدا متمثلة بمؤشر IFO لمناخل أعمال جاءة القراءة إيجابية أعلى من التوقعات وذلك ساعد أيضا بارتفاعات زوج اليورو دولار أمريكي رأينا اليورو يحقق بعض الارتفاعات الجيدة ويستقر قريبا من أعلى مستوياته في 23 شهر مدعوما بالبيانات الإيجابية أولا التي تصدر من المنطقة الأوروبية إجمالا والتي تعطي أيضا جو إيجابي لأسواق الأسهم الأوروبية بشكل عام في نفس الوقت ضعف الدولار الأمريكي ساعد ارتفاع هذا الزوج واستقراره عند هذه المستويات الجنيه باختصار سيد غير الجنيه الاسترليني حتى الآن كل الحركة اللي عم نشوفها عليه حركة تذبذب في نطاق عريض نسبيا ولكن هناك مخاطرة بعض الشيء في الجنيه الاسترليني بالتقلبات الحادة التي يشهدها حاليا لارتباطه الكبير بسير المفاوضات التي تجري حاليا بشأن البريكزيت راد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكوتي جروب شكرا جزيلا لك على كل هذه المنطقة ترجمة نانسي قنقر